الفريق أول لصدي صبحي القادة العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بيرفق عدد من قادة القوات المسلحة أم بالزيارة للمصابين من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة واللي أصيبوا فيه العملية الشاملة سينة 2018 وبيغضاوا حاليا لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة نقل القائد العام للمصابين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازوا بعطاءهم وتضحياتهم بكل غال ونفيس للدفاع عن الوطن ومقدساته وتمنياته لهم بالشفاء العاجل ومن جانبهم أكد المصابون عزمهم وعزيمتهم وإصرارهم على تطهير كل شبر من أرض سينة والعودة لاستكمال مهمهم المقدسة في الدفاع عن الوطن وصون المقدساته قام الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين بن ضباط وصف وجنود القوات المسلحة الذين أصيبوا جراء العملية الشاملة سيناء 2018 ويخضعون حاليا لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة ونقل القائد العام للمصابين تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم بكل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وصون مقدساته وتمنياته لهم بالشفاء العاجل وأكد القائد العام أن أبطال القوات المسلحة والشرطة هم نبت أصيل من شعب مصر العظيم يحملون على عطقهم آمانة الدفاع عن مصر الغالية يعملون بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين لتنفيذ المهام المكلفين بها لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وأشاد بما يحققه رجال القوات المسلحة من نتائج ونجاحات متلاحقة خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 والتي واصلوا فيها المقاتلون تقديم أروع صور الشجاعة والتضحية والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بحدود الوطني ومقدراته وأوصل فريق أول صدق صبحي بضرورة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاهتمام بالمصابين داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة معاربا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل من جانبهم أكد المصابون على عزيمتهم وإصرارهم على تطهير كل شبر من أرض سيناء والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة في الدفاع عن الوطني وصون مقدساته موسيقى 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 موسيقى